اشتركوا في القناة برغبة نفس وبطيب نفس وإن أحسن الأنواع وإياك أن تختار ما تريد أن ترميه لتعطيه صدقة فتصدق بأحسن شيء عندك تصدق بأفضل شيء عندك للفقراء وإياك أن تتبعها بالمن والأدى فلا تعلم قد يجعل الله عز وجل ذلك الفقيرة غنية ويجعلك أنت فقيرا الله عز وجل يرفع أقوام ويضع أقوام كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى وأيضا من الإحسان الإحسان إلى الأبناء الإحسان إلى الجيران قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله قال من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع فالإحسان في كل الأنواع يعني كما طلب منا في الإسلام والإحسان إلى المعلم والإحسان إلى الطلاب والإحسان إلى الأصدقاء هذا كله تستطيع أن تفعله في حياتك اليومية من صور الإحسان للوالدين أولا أن لا يتأفف منهما قال تعالى ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما ولهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وَقَلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا إذن أن لا يتأفف منهما قال تعالى وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّو وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ دُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيْنِي صَغِيرًا أن يقول لهما قولا مقرونا بالاحترام أن يتواضع لهما تواضعا مقرونا بالرحمة قال تعالى واخفض اللهما جناح الذل من الرحمة وبالتالي صور لحسن للوالدين كثيرة أن تقف عند دخولهما أن تبادر في السلام عليهما أن تسعى إلى المحافظة على نظافتهما واحترامهما أن تسعى دائما إلى إكرامهما وبالتالي والداك كما ذكر طريقك إلى الجنة ومن كان لديه طريق إلى الجنة فعليه أن يحافظ عليه وأن يسعى فيه حتى يوصلاه إلى الجنة إذن هذه صور من صور الإحسان للوالدين طيب ما هي صفات المحسنين الهدف أن أعدد صفات المحسنين إن للمحسنين منزلة عالية عند الله عز وجل لأنهم تمثلوا الإحسان لأنهم تمثلوا الإحسان في القول والفعل والإحسان في صورته العليا هو صفة رب العالمين المحسن الكريم وقد ذكر الله تعالى بعض صفات المحسنين في قوله جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إسمع إلى صفاتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فصفات المحسنين اتبعوا إتقان العمل وأيضا أمر بالمعروف وقيام الليل والعمل ليوم الحساب والإنفاق في سبيل الله عز وجل والعفو إذن كل ذلك من صفات المحسنين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية إذن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قيام الليل والاستغفار وفي أموالهم الإنفاق في سبيل الله عز وجل وبالتالي اتقان العمل أيضا والأمر بالمعروف والعمل ليوم الحساب وكذلك العفو هذه كلها من صفات المحسنين نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المحسنين الآن صور من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم مراقبته لله تعالى في كل أحواله كان النبي صلى الله عليه وسلم مراقب لله تعالى في كل أحواله وكثرة العبادة ومواساة الصحابة بالقليل والكثير من المال وتعليمه صلى الله عليه وسلم للجاهل وحسن معاملته للأسرة هذه الأمور يجب أن نتبنىها في حياتنا اليومية أن نتمثلها في حياتنا اليومية أن نطبقها في حياتنا اليومية فالنبي صلى الله عليه وسلم مدرسة يعلمنا كل الأخلاق الحسنة وكل العبادات مراقبة الله كثرة العبادة مواساة الصحابة تعليمه للجاهل وحسن معاملته للأسرة هذه صور من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما هي آثار الإحسان على الفرد والمجتمع؟ ما هي آثار الإحسان؟ على الفرد اكتساب محبة الله عز وجل اكتساب محبة الله عز وجل اثنين رضى الوالدين والفوز ببرهما يعني على الفرد الآن الشخص الواحد أولا يكسب محبة الله عز وجل اثنين رضى الآباء ثلاثة اكتساب محبة الآخرين وثقتهم أربعة طمأنينة النفس قد تضيفه أنت طمأنينة النفس قال تعالى ألا بذكر الله تطمأنه القلوب إذن كسبوا رضا الله كسبوا رضا الوالدين محبة الآخرين والطمأنين في النفس ومن الفوائد أو الآثار التي تعود على المجتمع تماسك بنيان المجتمع يسوده الأمن والأمان تسوده المودة والمحبة يسوده التعاون والإخاء إذن آثار تعود على الفرد والمجتمع ذكرناها من آثار الإحسان وفوائده يكذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم عرفنا الإحسان أنواع الإحسان آثار الإحسان وصفات المحسنين تكلمنا عليها بالتفصيل بارك الله بكم طلبنا الأكارم هذا الواجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته